وزير النفط أو الطاقة جادين على العبيد قال إنه ما عنده علم بهذه الزيادة من الذي يحدد هذه الزيادة وزارة المالية مع وزارة النفط أو وزارة الطاقة أمن يعني المسؤول من هذه الزيادة يبقى كلام جادين على العبيد ده بنمسك فيه بالطريقة دي يعني إنه التساؤل أنت كوزير للوزارة النفط أو الطاقة كيف يعني معرفة الزيادة دي والزيادة دي الآن هي موجودة في محطات الوقود مواطنين والعملاء لم يشبع عرباتهم ووجدوا هذه الزيادة من الذي أغر هذه الزيادة يبقى أحدث ما تتأكد هذه المعلومة وتبقى واغع يتعايش معه والناس يبقى السؤال بيرد إلى جادين على العبيد عشان يجاوب كيف تمت هذه الزيادة وكيف هو لا يعلم بعيد عن جذلية جادين على العبيد يعلم أو لا يعلم حقيقة مآسي كبيرة جدا إنه المواطن يمشي يلقى زيادة الصباح في زعار البنزين وزيادة كبيرة ويبدو إنها حتستمر يعني دي مأساة ما بعدها مأساة الخبر الثاني هو إغالة مدير مصنع سكراني الأبيض من قبل وزير الصناعة أبراهيم الشيخ هذه الإغالة صدرت من وزير الصناعة أقال فيها مدير شركة السكر السودانية الرشيد إسحاق واللي رفض هذا القرار وقال إنه قرار إحفائي من قبل وزير الصناعة غير قانوني لأنه تعيين تم من قبل مجلس الإدارة وليس من قبل الوزير حيث رفض مدير الشركة السودانية غرار إحفائي من قبل وزير الصناعة إبراهيم الشيخ لعدم قانونية الخطوة وطالب بعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة للبد وأصدر وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أمس الأول غرارا بإغالة مدير عام شركة السكر السودانية الرشيد إسحاق من منصبه ووجه الجهات المعنية بوضع الغرار موضع التنفيذ وأوضح مدير الشركة في خطاب موجه لوزير الصناعة بأن تعيينه تم بواسطة مجلس إدارة الشركة والذي انعقد في يناير من العام الحالي كما تم إيداع ذلك الغرار مع غرارات تكوين مجلس الإدارة والجمعية العمومية لدى المسجل التجاري النقطة الأولى أنه وزير الصناعة أغال مدير الشركة السودانية مدير الشركة السكر السودانية النقطة الثانية أنه مدير الشركة السكر السودانية الرشيد إسحاق رفض هذا القرار النقطة الثالثة أنه أبراهيم الشيخ ما يعرف صلاحيات وزير الصناعة يعني ما عارف أنه هل من حق أنه يغيل وزير الصناعة بشكل منفرد وهو معين من قبل مجلس إدارة أو مجلس شركاء ودي جد لي أنه يرفض مدير شركة السكر قرار الوزير اللي هو ما من صلاحياته أو ما من سلطاته أنه يتخذ هذا القرار ودي بتوري العشوائية الموجودة لكن النقطة الأهمة من كده أنه شنون قدموا أبراهيم الشيخ المستثمر ورجل الأعمال للصناعة وهو وزيرة والتجارة أو للصناعة لأنه وزير التجارة هو علي جده لكنه كوزير الصناعة الآن في الحكومة الجديدة بعد كل هذه الشهور التي مضت ما الذي قدمه أبراهيم الشيخ لهذه الوزارة وللمواطن حقيقة للحصاد والحصيلة موجودة ما في حاجة قدمة إلا هذا الغرار حتى الغرار ذاته أرد له يعني أنه هذا الغرار ليس من صلاحياته فحقيقة النازل السلطة كشفتهم والحكم كشفوا والوزارات كشفتهم وتضح تماما أنه ما كان ولا حيكون أنه عندهم حاجة يقدمه للشعب السوداني ليلا أنه زبال الناس كانوا يعتقدوا والنازل في المعارضة أنه النازل عندهم ما يقدموا للشعب السوداني متى ما وتيحت لهم الفرصة للأسف الآن وتيحت لهم الفرصة بشكل كامل وتكشفوا كشفوا للشعب السوداني الشعب السوداني شاف أنه كل هذه الأبواق وهذه الأصوات العالية التي كانت تتحدث في المعارضة وتتحدث بالصوت العالي كشفت الآن وخلونا بس هنا في المؤتمر السوداني ولا نمشي بعيد عنده وزير الصناعة أبراهيم الشيخ شايفين الفشل وزير رأسة مليسو الوزر اللي كان بيكلم زمان عن زيادة الكهرباء اللي هو خالد عمر يوسف خالد السيدك اللي كان بيكلم عن زيادة الكهرباء والقلاء وغيره وغيره ويدافع على المواطن ويطلع في المسيرات لو زادوا جنيه واحد على يالون البنزين الآن هو رئيس وزير رأسة مليسو الوزر ولا بنسمع له صوت كان بيعترض لو الدولار زاد جنيه ويطلعوا في الشوارع الآن الدولار بيقوا بخمسمائة جنيه وهم قاعدين وشفنا الثاني محمد حسن عربي اللي كان والي شمال دارفور واللي يسيق موجود في الغاهرة بعد شالو من الولايات طوال المشا الغاهرة شفناهم كلهم وشفنا كل الأحزاب وهم موجودين في السلطة وحتى هم عندهم ولا ولايات يعني شفنا حزب الأمة الآن هو بيعمل في شنو وهو موجود في السلطة بحصة أكبر من الآخرين شفنا البعثيين والناصرين اللي ما بيمندوا هاي الصغير هم بيحكموا شفنا هذه النماذج شفنا بحصة أكبر من الآخرين